الضغوط اللي كانت علينا ايام اتلاف الرز كبيرة جدا ترى مش بسيطة ومع ذلك لو ما كان عندنا بالاردن الا الخمسة الاف واربعمية طون وهني تالفات وغير صالحات للاستهلاك انا راح اتلفن حتى لو ما بيضل عندنا رز يعني هو اللي ما بيضل رز عندنا بموت مادة غير صالحة للاستهلاك البشري يجب اتلافع الفور وانتهى الموضوع هذا القرار احنا ليش نظل نأخذ ونعطي انه انعكس لا احنا بعديها صار في عندنا اجتماع مع غرفة التجارة غرفة تجارة الاردن وبوجود كل الثلاثة عشر شركة اللي بتقوم بعملية استيراد المادة الاساسية مادة الارز وقعدنا معهم وقلنا لهم يا عمي هذا الاجراء تم نتيجة وضع اداري معين في المستودعات ادى الى تلف هاي المادة فالضغوط طبعا انا بأكد انها الضغوط المتأتي كانت من القطاع الخاص